لأن لما وقعت القضية على المغرب في الحدود المغربية وكان آنذاك سيمو حمد الحاج كان متمرض على السلطة العسكرية وقوم رأس سيمو حمد الشعباني من طرف القيادة العامة اللي كان ينصح بمدين باش يمشي بالجيش نتعوي إلى الولايات الثالثة أي إلى القبائل باش يحارب محمد الحاج والجيش نتعوي اللي كان متمرض سيمو حمد شعباني يرد على مدين هذي وجهة الكلافات اللي خلاتوا أنهم يحفظوا عليه قال له عمري ما نسول للنفسي باش نشهر السلاح في وجه موجهة اللي قنت أمس بجنب الجنب كيفما كانت نوعية دقبالي ولا وعراني ولا شاوي ولا أي مكان فهذه بداية التمرضة محمد شعباني وبما يعتبرها هون كتمرضة ولكن دروح محمد شعباني ويتردد بها كل يوم كيف يشك خليني يا ربي أنا باش تبع سجونه ونمشي ونقف يوجه محمد الحاج ونحاربه ونقف المجاه هذي ما كانت تختار لبانه فقط ففي الهيام هذي وقعت الواقع متع المغرب فسي محمد شعباني يبعث المحمد الحاج قال له سي محمد اليوم امشى ويأتي الواقع ووهما كانت تحدث ونحاربها ومعهما السياس ونحارب محمد والأتوح والمجاهد ندعو والمجاهد ندعو و العدد من الشهداء من الولايات السادسة و المجاهدين من الولايات الثالثة أولاً جماعة الولايات السادسة كانوا متعودين على حرب الصحراء لا يوجد العقور، حتى لا يحدثوا عن تهم البلدين مريقين لا يمشي شواك ويجري أكاك لأن ألو قرب المغزال أو مقابل يلقي جنود صحراط عرف فاش تتصرف لما يكون حرب على عرض واطية ولا عرض وخلى سمحمد شعباني أقار هيلة في القضية هذة فمن هذة بدات يضمن هو أن سمحمد شعباني اتمرض هو مشتمرض هو رجاء توكفي لك فاش يحارب مجهدين كما هو ثانية نقطة لما بدأ يعكس بنبلة في التأميمات نظرة سمحمد جعباني نظرة تختلف تماماً سمحمد سيب بنبلة وشخصي شهد فيها ميران وقل له يا سيعمل بجاء استقلال اليوم فكالي أقول وشاهدت سيازة لك جايبان لك اشوف والتأميمات وكذا خلي الجزاليين قلوا ربما تعاب من الثورة وتعاب من استعمار خلي الناس تبحب على روح وقت اللي كان بنبلة أي مكان يمشي فيه يلقي خطاب ويسمي واحد من العيان يقولوا ذوقوا في الشحنة وندخلوا للحمام وغيرها وغيرها هذي كان يسمع سمع المشعبين يسمع سيقولوا يا سيب بنبلة جاء الاستقلال والشعب كله في مربل خلي الناس تكسب إلا حبي يكسب يكسبوا خلي الناس لأنها الناس غنيارة معهم والثورة ومدون الثورة وغيرها من هال الخلافات في النظريات بدأت يكبر الشيطات وتكبدأ يكبر الشيطات هذا المدين يرغب إلى الوصول